بدأ الأمر في أوكرانيا على شكل عملية عسكرية خاصة تقودها القوات الروسية ليتحول حرباً امتدت عاماً ولا تزال فمن يقاتل في أوكرانيا؟ نبدأ من جانب روسيا تقول التقديرات أن نحو 280 ألف جندي من مجموعة القوات المسلحة دفعوا إلى ساحات القتال في أوكرانيا إلى جانب موسكو يشارك في الهجوم انفصالي مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك ويبلغ عددهم نحو 30 ألف مسلح في الهجوم هناك أيضاً عدد غير محدد من المقاتلين الشيشان بزعامة رمضان قاديروف مع تقديرات بأن الآلاف منهم انخرطوا للقتال إلى جانب القوات الروسية تحدثت مصادر غربية وأوروبية عن وجود ما بين 10 تقريباً إلى 20 ألفاً من المتطوعين من ليبيا وسوريا وإثيوبيا على الأراضي الأوكرانية ضمن مجموعة فاغنر الروسية غير الرسمية أما مجموعة فاغنر نفسها التي ظهرت بشكل معلن ورسمي في صحات القتال خلال الأشهر الأخيرة فلا توجد أرقام دقيقة بشأن مقاتليها في أوكرانيا وفي منتصف أكتوبر الماضي أعلنت بلاروسيا وروسيا تشكيل قوة عسكرية مشتركة مهامها وفق منسك دفاعية حصراً دعونا ننتقل إلى أوكرانيا حيث حشد الأوكرانيون نحو 100 ألف جندي من ألوية مختلفة نصفها تقريباً في إقليم دونباس مع تحديد غالبية القوات أو تحييد غالبية القوات الجوية وداخل الجيش الأوكراني هناك أيضاً عدد غير معلن من المقاتلين الشيشان تحديداً كتيبتا الشيخ منصور وجوهر دودايف في مارس 2022 أطلقت الحكومة الأوكرانية موقعاً لتجنيد المقاتلين الأجانب أطلقت عليه الفيلق الدولي ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة للانضمام إليه إلى 20 ألف طلب يشمل متطوعين من 52 دولة بعيداً عن ساحات القتال تحظى أوكرانيا بدعم من مستشارين ومدربين الجانب بأعداد مختلفة من النيتو والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبولندا أيضاً وغيرها من الدول الحليفة لأوكرانيا اشتركوا في القناة